اهلا بكم في حسا مغاربية في الوقت الذي تواجه فيه القارة الافريقية العديد من التحديات عقد في مدينة الرباط المغربية الاجتماع الوزاري الثالث للدول الافريقية الاطلسية بمشاركة 21 دولة مطلة على المحيط الاطلسي الاجتماع أكد على الالتزام السياسي للدول الافريقية الاطلسية بتجسيد شراكتها لتعزي التعاون والاندماج بهدف تحقيق السلام والاستقرار وتواجه هذه الدول تحديات صعبة في مقدمتها الارهاب والهجرة غير الشرعية والقرسنة وتنامي شبكات التهريب في الاجرام العابري للقارات ديبلوماسيون أفارق رفيع والمستوى يلتقون في الرباط للمشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري الخاص بالدول الافريقية الاطلسية واحد وعشرون بلدا إفريقيا مطلا على المحيط الاطلسي تبنوا إعلان الرباط كأساس عمل متعدد الأهداف المغرب عندما نطلق هذه المبادرة كان من الأول يقول بأن نوجد نفسنا وأن نحضر رؤية دينا قبل ما نمشي نحضر مع أمريكا اللاتينية أو مع أمريكا الشمالية أو مع أوروبا الأطلسية حول كيفية هيكلة العمل في جنوب الأطلسي بحل يقول جنوب الأطلسي باقي واحد المجال غير مهيكل واحد المجال عنده أولوية استراتيجية ولكن فيه فوضى مؤسساتية خصوه اليوم يتمتم خصوه يتهيكل تضم دول إفريقيا المطلة على المحيط الاطلسي حوالي نصف سكان القرى السمراء وتزخر بثروات طبيعية متنوعة لكنها تصطدم بالمقابل بتحديات صعبة في مقدمتها الهجرة السرية القرصنة وتنامي نشاط شبكات التهريب والإجرام العابر للقارات هيكلة إطار مماثل من شأنه أن يوحد رؤية الدول الأطلسية وتوجهاتها الكبرى بحسب المشاركين اليوم نلتقي في إطار مسلسل الدول الأطلسية وفي المستقبل قد ننجح في توسيع هذا الإطار والذي يمكن أن يشمل أيضا دول القارة الأمريكية المعنية بأهمية التعاون في مجال المحيط الأطلسي وبإعلان الرباط وبرنامج العمل المتفق عليه ندعو الجميع للانقراط من أجل تحقيق أهدافه التزمنا بالعمل على تحقيق تعاون جنوب جنوب سنسعى إلى توحيد جهودنا لمواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والحفاظ على ثرواتنا البحرية وأيضا إشكالية الهجرة السرية محطة ثالثة تأتي بعد لقاء نيويورك الذي توج بالاتفاق حول ثلاث أولويات وهي الحوار السياسي والأمني والاقتصاد الأزرق والربط البحري وحماية البيئة البحرية وقبل أيام من انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي مبادرة ديبلوماسية مغربية بأبعاد استراتيجية تهدف إلى استغلال الفرص ومواجهة التحديات والهدف الرئيسي يبقى خلق حلف جنوب أطلسي إفريقي قادر على التفاوض مستقبلا مع بقية الفاعلين في منطقة المحيط الأطلسي فضل مرابطي قناة الغد الرباط ونرحب بضيفنا من الرباط معنا دكتور محمد زكريا أبو الدهب وستاده القانون والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أهلا بك معنا دكتور محمد كما أرحب أيضا بضيفنا الدكتور بدر الزهر الأزرق وستاده الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني أهلا بكما معنا على حسة مغربية على شاشة الغد أبدأوا معك دكتور محمد دكتور محمد هذه المبادرة تأتي تجسيدا لرؤية العاهل المغربي الهادفة إلى جعل منطقة الأفريقي الأطلسي منطقة سلام منطقة استقرار ومنطقة ازدهار مشترك لو أردنا في البداية الحديث عن الأبعاد السياسية لهذا التكتل الإفريقي الجديد هو مسار انطلقا لأنه إذا ما أردنا أن نعود إلى جذوره يمكن ربما أن نذهب إلى أواخر تمانينيات القرن الماضي عندما أنشئت ما يسمى بالتعاون ما بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي في مجال الصيد البحري وحتى مقر هذا المنظمة الحكومية هو في الرباط ثم في أواخر 2009 كانت هناك أيضا مبادرات من هذا القبيل ولكن نقطة الانطلاق الحقيقية إن صح التعبير كان في 2022 عندما كانت هناك لقائين كان هناك لقائين الأول في يونيو والثاني تماما في سبتمبر والهدف الأساس أعتقد منذ عودة المغرب إلى المنتظم الإفريقي كانت هناك مبادرات من طرف صاحب الجلالة إن تعلق الأمر به مثلا مكافحة الهجرة غير النظامية أو تصدي لإشكالات مناخية مثلا في الكوب 22 في مراكش 2016 كانت أيضا مبادرة للمغرب لإحدى ثلاث هيئات معينة المغرب إذن في هذا الإطار يحاول أن يستفيد من موقعه الأطلسي وأن يعمل جاهدا على الاندماج جنوب جنوب لأنه هناك قاسم مشترك جميع الدول هي مطلة على المحيط الأطلسي تسخر بثروات مهمة ولكن تنقصها الخبرات التكنولوجيا إلى آخره وأعتقد بأنه علينا أن نقرأ هذا المشروع بالتقائية مع مشاريع أخرى مهمة كالمشروع الطاقي المهمة مع نيجيريا الذي انطلق في 2016 سنتحدث عن كل هذا وبالتالي فهي نظرة صاحب الجلل فعلا ويمكن سنفسر في كل هذه النقاط التي ذكرتها دكتور محمد ننتقل إلى دكتور بدر دكتور بدر يعني الاجتماع الأول جاء بفكرة الاجتماع الثاني جاء في نيويورك جاء من أجل الهيكلة ثم الاجتماع الثالث اليوم جاء من أجل تسطير برنامج عمل فبالتالي اقتصاديا كيف يمكن للمملكة المغربية أن تستفيد من هذا التكتل اقتصاديا وأيضا لإفريقيا فيما يخص الاقتصاد الأزرق أكيد اليوم هذه المبادرة التي عملت المملكة المغربية لتجسيدها وتنزيلها على أرض الواقع هي تقوم على قاعدة أو ترتكز إلى مقاربة الشراكة ومقاربة رابح رابح فالمملكة المغربية طبيعة الحال ستكون رابحة من هذه الشراكة المتعددة لابعادة السياسية الجيوستراتيجية والاقتصادية أيضا ولكن في نفس الوقت أيضا الدول الإفريقية ستكون من بين أكبر الرابحين اليوم المملكة المغربية هي تسعى إلى تصدير كل خبراتها في المجالات الاقتصادية والتنموية إلى القرى الإفريقية وفي نفس الوقت هي تسعى إلى أن تساعد كل هذه الدول على تطوير مجموعة من القطاعات في مقدمة القطاع الفلاحي وقد رأينا التعاون على مستوى إنتاج الفصفات واليوم هناك تموقع جيد للمكتب الشريف للفصفات في عدد كبير من دول إفريقية الغربية بما فيها نيجيريا ثم رأينا أن هناك سعي حتيت من لدنا المملكة المغربية لإيجاد حلول مستدامة لمسألة الطاقة سواء من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة أو من خلال اليوم هناك مشروع قر ضخم طور الإنجاز بين المغرب والنيجيريا من أجل إمداد أكثر من 13 بلدا إفريقيا مطلعا على الأطلسي بإمداداته من الغاز حتى تحقق هذه الدول الاستقلالية الطاقية وتعزز جادبية الاستثمارية إذن المملكة المغربية والدول الإفريقية هم واعونة جدا أن هذا المشروع اليوم المؤسساتي هو مشروع سيستفيد منه الكل واليوم هنا نتحدث عن هذا الحيز الجغرافي الذي سيكون مشمولا بهذا الإطار المؤسساتي فنحن نتحدث كما أشرت في بداية البرنامج على أن نصف سكان القرى يتكتلون يعني نصف مستهلكي القرى يتكتلون في هذا الشريط الساحلي وبالتالي هناك فرص استثمارية واعدة وفرص اقتصادية واعدة لكل البلد المطلة على هذا الحيز اليوم تجاوزنا مرحلة إبداء النواية ومرحلة إبداء الإرادة من طرف الدول وتوجهنا مباشرة وفي الضرف الوجيز إلى تشكيل المجموعات للتفكير في صيغ جديدة لتنزيل هذا الإطار المؤسسي الجديد وكذلك وضع أهداف متوسطة المدى وبعدة المدى لهذا التكتل الاقتصادي والجيوستراتيجي الجديد في المنطقة طيب دكتور محمد هل يمكن لثكتل إفريقي مماثل أن يكون واجهة مع نماذج مثلا أمريكا الشمالية بخصوص هنا نتحدث عن تجارة الموانئ ونقل السلع مثلا نظرة مغرب استباقية وأيضا مستقبلية مثلا إذا أخذ من الاعتبار بأن اللوجيستيك مهم جدا الربط ما بين الموانئ مثلا إذا ما تحدثنا عن ميناء الدخلة فأعتقد بأن نظرة المغرب تنطلق من أيضا هذا التصور المستقبلي وعلى أساس أنه تطوير حتى النقل البحري البيني ما بين هذه الدول هو مهم جدا هناك ثروات سمكية هناك أيضا موارد طبيعية مهمة جدا يمكن أن تستخرج من البحار والمحيط الأطلسي والثاني بعد الباسيفيك المحيط الهادي وبالتالي فهذه النظرة هي ليست فقط نظرة يعني جو سياسية إن صح التعبير وإنما هي جيو اقتصادية ولذلك أنه نرى 21 أو 21 دولة تساند هذا المصار ما اسمه مصار الرباط فهذا يعني بأن هذه الدول رأت بأن أيضا من مصلحتها أن تطور شراكة رابح رابح جنوب جمنوب مع المغرب وبالتالي فالمغرب أعتقد أجرأت نظرة أن الإفريقيا للأفارقة وما يسمى بالاستقلال الاستراتيجي إن صح التعبير لهذه القرارة ولكن يبغي أن نقول بأن المجموعة أيضا محتاجة إلى دعم منظمات أخرى دول أخرى أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوروبا الأطلسية فيما يتعلق بتمويل مشاريع إعطاء الخبرات إلى آخره فهو إذا المشروع مفتوح على القرارات الأخرى نعم طيب دكتور بدر يعني حذرتك تعرف أنه في السابع عشر من هذا الشهر ستنتهي اتفاقية الصيدة البحرية الموقعة ما بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي صراحة لا تخدم المغرب بقدر ما هي تخدم الجانب الآخر الإتحاد الأوروبي فبالتالي هل يمكن لهذه المنصة اليوم مع هذه الدول الإفريقية وهذا التكتل أن تغير من الشريك التجاري للمغرب والتقليدي للمغرب أقصد هنا الاتحاد الأوروبي وأن تنتقل مثلا إلى دول أمريكا الشمالية بما أن هناك تكتل مماثل في أمريكا الشمالية أكيد هذا توجه المملكة المغربية خلال العقدين الماضيين كان هناك سعي حتيت من قبل المملكة المغربية لكي تنوع شركاء الاقتصاديين فرأينا كيف أنها توجهت خلال العقد الماضي إلى الصين إلى روسيا كيف أنها وقعت اتفاقيات لتبدل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع عدد من دول الخليج والدول العربية وتركيا وغيرها إذن هذا السعي كان حاضر وأبدت المملكة رغبتها الحتيثة في تنوع شركائها الاقتصاديين ولكن أيضا أبدت رغبتها في التوجه نحو الجنوب وأمنت بالتوجه نحو الجنوب واستطمرت ملايين دولارات في العمق الإفريقي واليوم المملكة المغربية هي حاضرة تقريبا كأول مستثمر إفريقي من داخل القارة حاضرة بشبكة مصارفها وشبكة تأميناتها حاضرة بإسهامتها في مشاريع البنية التحتية في القارة الإفريقية خاصة في الدول المطلة على الباحة المحيطة الأطلسي حاضرة بلمكتب الشريف للفصفات على مستوى الأمن الغدائي والفلاحة حاضرة في قطاعات عديدة للاتصالات والنقل وغيرها إذن اليوم المملكة المغربية حين تبادر إلى عقد هذه الاجتماعات حين تبادر إلى إطلاق نداء من أجل تأسيس هذا التكتل الاقتصادي في المنطقة فهي أسست لهذا التكتل الاقتصادي طيلة العشريتين الماضيتين من خلال سعي حتيت وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات وتنزيل عدد كبير من المشاريع المشتركة مع كل هذه الدول اليوم الأرضية هي جاهزة لانطلاق في مرحلة ثانية من خلق تكتل اقتصادي أطلسي حقيقي المرحلة الأولى اليوم هي خلق التكتل واستفادة الدول القارة من المبادلة التجارية البينية التي اليوم هي مبادلة ضعيفة بين الدول الإفريقية وبالتالي هناك سعي إلى رفعها خاصة على مستوى الواجهة الأطلسية والاستفادة لما لا أيضا من هذه السوق الحرة الإفريقية التي هي في طور التشكل ثم في مرحلة لاحقة خلق جسور للتعاون الاقتصادي جنوب جنوب بين إفريقيا وبين أمريكا اللاتينية لما لا؟ لأن هناك يمكن خلق تكمل اقتصادي بين هذا المجاريع الاقتصاديين ثم لما لا الآن كل الاحتمالات هي مفتوحة وكل الأهداف هي يمكن أن يتم تحقيقها لا سواء مع الجنوب وتحدثنا الأهداف الاقتصادية ولا أيضا مع الشمال لأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وشرق اقتصادين آخرين هم يطمحون للاستفادة من هذه الحركية الاقتصادية في القرى الإفريقية كالصين وغيرها من الدول وبالتالي أظن أن اليوم خلق هذا التكتل في هذه الضرفية التي تلت الأزمة الاقتصادية اليوم الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية وعن جائحة كوفيد أظن أنه سوف يمكن الأفارقة اليوم من التمكن من أليا مؤسساتية ستمكنهم من تحقيق نمو وأقلاعين اقتصاديين داخلي خاصة في الوجهة الأطلسية وكذلك التوفر على بنية مؤسساتية من أجل مخاطبة الشركة الاقتصاديين في القارة الأمريكية أو القارة الأوروبية أو الأسيوية وغيرها من خطابا جماعيا وليس خطابا فرضيا كما دأبت إفريقيا على التوجه إلى هؤلاء الشركة الاقتصاديين دكتور محمد علاقة المغرب بالولايات المتحدة هي علاقة قوية لتالما اعتبرت واشنطن الرباط والمغرب دولة استراتيجية في إفريقيا كيف يمكن للمغرب اليوم أن يلعب هذا الدور ويعزز ربما مكانة الولايات المتحدة اليوم أو علاقتها بالقارة الأفريقية؟ تعلم حضرتك أن الصين وأيضا روسيا يبحثون عن موطق قدم في إفريقيا أيضا الولايات المتحدة نعم هناك على الأقل ثلاث نقاط أساسية أو ثلاث أدوات الربط هناك علاقة ثنائية بالمغرب قديمة جدا كما تعلمون من ناحية الاستثمارات ومن ناحية التجارة لدينا اتفاق تبادل الحر ربما من أولى الدول الإفريقية التي أبرمت في 2004 اتفاقية تبادل الحر إذن هنا أفكر في المزاوجة ما بين هذه الاتفاقية ومنطقة تبادل الحر الإفريقية لأنها تهم غالبية الدول الإفريقية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية فيما يتعلق بالتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية هنا لا أتحدث عن الانتحاد الإفريقي آخر لقاء كان في دجمبر في واشنطن 2022 وحضره رئيس الحكومة المغربية ونألم بأن مثل هذه المبادرات تمكن دول ربما من الاستفادة من دعم أمريكي لأنه تم تخصيص غلاف مالي مهم جدا النقطة الثالثة كما تعلمون أيضا وهو فقط نقطة ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال عندما نتحدث عن عملية الأسد الإفريقي التي يحتضنها المغرب هناك دول إفريقيا أيضا تشارك في مثل هذه التمرينات مثل مثلا السنغال غانا إلى آخرين إلى آخرين إذن نرى بأن المغرب بوابة إفريقيا ولكن مطلة على البحر الأطلسي ولا هدها علاقة طيبة جدا ومتقدمة مع معلويات المنطقة الأمريكية يمكن للمغرب أن ينقل خبرته وترصيخه الاستراتيجية معلويات المنطقة الأمريكية إلى الدول إذن الآن المطلة على البحر الأطلسي فقط إضافة بسيطة جدا بأنه المغرب قررت الحكومة أن تحدث خليل التفكير لأجل تفكير في مستقبل العلاقات فيما يتعلق بالتعاون الصيد المحري مع الاتحاد الأوروبي هذه النقطة الأولى ينبغي أن ننتظر أيضا اعتماد قرار من طرف محكمة العدل الأوروبي فيما يخص بالعلاقة ما بانتفاق الصيد البحرية والقانون الدولي قادية الصحراء المغربية إلى آخرية ثم ثالثا المغرب حث عن بدائل إذا تحدثنا عن المحيط الأطلسي هناك دول مطلة وتهتم باتفاقية الصيد البحرية إسبانيا والبرتغال لدينا أيضا شراكات استراتيجية مع الدول ومؤخرا أعتقد في الأسبوع الفارد قمنا باتفاق فلاحي شامل أيضا يقصد حتى المنتجات التي تأتي من الصيد البحرية مع الصين ولدينا اتفاق صيد البحرية مع روسيا تالي المغرب لديه بدائل مهمة يمكن أن يفاعلها إذا ما قدر الله المحكمة الأوروبية رفضت تمديد هذا الاتفاقي وبالتاليفة المغرب في أريحيا ولديه بدائل مختلفة في هذا المجال نعم طيب دكتور بدر في آخر سؤال تحدثتما عن مشروع بوب الغاز هذا المشروع المهم للمملكة المغربية والذي يربط نيرجيريا بالمغرب انضمت إليه يعني على العكس 11 الدولة أيضا هناك انضمام أربع دول أخرى اللي بيري على ما أعتقد وسحل العاج والبنين على ما أعتقد وغينيا إلى أي مدى أو الجابون طبعا إلى أي مدى سيساهم في تسريع وثيرة هذا المشروع وتمويله أيضا أكيد أكيد لأن هذا المشروع اليوم هو قد يكون أو هو يتماشى مع الأهداف المسطرة لهذا التكتل ولهذا الإطار المؤسسات الجديد لأن خلق تكامل اقتصادي بين دول أهل منطقة هو أحد أولويات وأحد أهداف على المدى المتوسط البعيد لهذا التكتل الاقتصادي وكذلك الجيوسيا في المنطقة إذن عدد كبير من الدول الإفريقية هي بحاجة إلى إمدادات من الطاقة إلى إمدادات من الغاز هناك حاجة من أجل تمويل أو تعزيز الجذب الاستثماري لهذه الدول عبر تحقيق استقرار أو سيادة طاقية لهذه الدول وأظن أن هذا المشروع اليوم بقدر ما هو يبحث عن تمويلات خارجية سواء من قبل المملكة المغربية أو نيجيريا فهو في نفس الوقت قد يبحث عن تمويلات داخلية من خير الخيرات كل هذه الدول وتعبيرها عن إرادتها في ضرورة تسريع تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع إذن اليوم هذا التكتل في حالة ما إذا رأى النور بشكل سريع قد يسهم بشكل مباشر في أن يكون هناك على الأقل ضمانات جماعية لتنزيل هذا المشروع وكذلك ستكون هذه الضمانات أو يكون لديها انعكاس كذلك على جلب ممولين ومستثمرين من الخارج قد يستثمرون في هذا الأنبوب الذي قد يتطلب أكثر من 25 مليار دولار من أجل تنزيله على أرض الواقع هذا المشروع اليوم هو مشروع جماعي ومشروع يهم تنمية غرب القارة خاصة الدول الواقعة للمحيط الأطلسي وأظن أن هذا المشروع سيكون في قلب اهتمامات هذا التكتل وهذه البنية المؤسسة الجديدة أشكركم جزيلا شكرا ضيفانا من الرباطة كنت معنا دكتور بدر الزاهر الأزرق وسادو الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني كما أشكر أيضا الدكتور محمد زكريا أبو الدهاب وسادو القانون العلاقة الدولية بجامعة محمد الخان شكرا لكم حسابنا المغاربية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل تصعيد بين الحكومة والمعالمين في تونس الأسباب والإنعكاسة على منظومة التعديل ترجمة نانسي قنقر